بعد أن أصبح هذا المنزل القديم الذي كان يأوي أربع عائلات بحي ابن الخميس وسط مدينة تلمسان خطرا على قاطنيها بسبب الانهيارة المتكررة لجدرانه وأسقفه اضطرت هذه العائلات للعيش داخل هذه الخيمة هذه الكريسة ساتلنا ساتلنا البريمي نوفم لا تطعنا الحوش لا تطعنا الحوش لا تطعنا الحوش لا تطعنا القيطان ودخلت الحماية المدينة شكرة وين ما يمشوا عندهم للولايات ما يستقبلوناش يقولون نواه وأعلى بان نبيكم والصبر وهذه وش نزيدون الصبر من كثر منها احنا كون جد عندنا غيبيت غيبيت وهذه العيشة الكشفة وكوان غيرانا بريسانا رانا ببزاوزنا هي أوضاع كارثية تعيشها العائلة الأربعة في العراء منذ الفاتح من نوفمبر الماضي ها راحنا عايشين كما راح تشوف نجات الريح فينا ولجات النو فينا ولجات كل شي فينا واشتراحنا عايشين يقولوا طيبوا معنا خلاب حاشاكم ويرودوا معنا والدي كلتا طعا صباحي نودي يقولي مابا لي برداء القطنيات هيدا يتعصروا تينا راقد فيكس الداري وما يفوت تحتك ناكلوا هنا نطيبوا هنا حالتنا لحالة الدارتين لك من جموش ندخلوا لها انتردي صحابي صونالغاز نحاول ندوا أننا مزدزوش ودخلوا لداخل ها سنقولك سيد الوالي لا راك تشوفينا عاوننا عاوننا ناس راكدين بتغطين سخونين وحنا برهنا في الزنقار ريحت البرح له لا يشوفك طالت المدة فزادت المعاناة والعائلات تقول هل من مسؤول يتفقد أحوالنا شكرا اشتركوا في القناة